السلام عليكم جميعا يا ربي دايما تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله محاضرة جديدة من محاضرات تعليم التداول وهنتكلم على اهمية ادارة المخاطر في التداول وازاي ان ادارة المخاطر دي تعتبر هي اهم حاجة واهم من التحليل كمان ان انت تقدر تبحق بها ارباحك في نفس الوقت تقدر تحافظ على رأس المال بتاعك وتقلل المخاطر اللي بتواجهها في السوق في البداية بس عايز اقول حاجة مهمة جدا في دايما سؤال بيتسئل وهو انا هبدأ براس مال قد ايه او رصيد الحساب بتاعي يكون قد ايه وفي نفس الوقت الربح اللي انا اتوقعه هيكون قد ايه والمخاطر طيب خلينا نكون واضحين بداية الربح اللي انت متوقعه هو لازم يكون ليه علاقة قوية براس المال بتاعك بمعنى في شخص عايز يبدأ بالف دولار في شخص عايز يبدأ بعشر تلاف بمئة الف بمليون وكل واحد ليه ربح هو حطه في دماغه وفي واحد يرضيه ربح خمسمائة دولار الف مليون برضو في ناس بترتضي خمسة في المية عايز حد عايز عشرين تلاتين في المية مهم ان الاراء مختلفة والاشخاص على حسب اهواء كل شخص بس في حاجة مهمة جدا احنا كمتداولين بننساها وان في عنصر اساسي لازم انت تحطه في بالك اسمه المخاطر يبقى احنا عندنا تلات عناصر رئيسية انا لازم احطها في بالي وهي اول حاجة راس المال او رصيد الحساب بتاعي والربح اللي انا هتوقعه والمخاطر والتلاتة مرتبطين ببعض ازاي مثلا شخص رصيده عشر تلاف دولار حل عشر تلاف دولار في واحد ممكن يرتضي بربح عشرة في المية يعني هو يرتضي ربح عشرة في المية شخص تاني خمستاشر في المية او عشرين واحد تاني قالك لا انا عايز اكسب خمسين في المية انا عايز اكسب كل شهر خمس تلاف دولار ده يا دو بيكون مرضي بالنسبة لي بس كل التلاتة دول هما ما بيفكروش هل انت لما بتجي تقول انا اكسب الربح ده او بعمل خطة ان انا اكسب الربح الفلاني ده هل انت حطيت في حسبانك عنصر المخاطرة اللي انت هتاخده يعني انت كل لما بتكون مطارجة ربح اقل لو بتعمل البلان بتاعتك انت بتعزم دي او بتحافظ على ادارة راس المال بتاعتك او المخاطرة بتكون قليلة لكن انت لما تكون شخص عايز تكسب خمسين وستين في المية كل شهر بشكل مستمر انت مية في المية عنصر المخاطرة ده ضربته بالنار وده اللي احنا مش عايزينه احنا لما بنجي نقول ريسك مانجمينت او ان انا اعمل ادارة مخاطرة للحساب بتاعي انا لازم احافظ على ادارة المخاطرة بتاعتي علشان احافظ على الرصيد بتاعي فرحتي اعملت خمسين في المية في شهر والشهر التاني روح تمطير الحساب كله بما فيهم الارباح ما استفدتش حاجة فعايزين نوصل لمرحلة ان انت خط تارجت كويس للربح بتاعك والله حد يقولي طب هو كامل ربح انا بالنسبالي من سبعة الاثناشر في المية كل شهر ده ربح ممتاز جدا خلينا اقول في متوسط عشرة في المية سهر هيزيد شهر هيقل وهكذا وده رقم مش قليل الناس بتتخيل لا يعمل مع عشرة في المية ده انه اصلا رصيد حسابي خمسمية دولار فانا هاعد طول الشهر وعمل لي خمسين دولار مش جايبها مهدا موضوع فبما هو انت عندك مشكلة ان رصيد حسابك صغير وانت ما تقنعنش انت الخمسمية دولار دول يوم ما هتخطوهم في اي اداء من ادوات الاستثمار او اي مشروع تاني على ارض الوقع هتكسب منهم كم اذا كان البنكي بيديك كمسة في المية في السنة اه طبعا ما فيش مخاطرة خالص وكل حاجة بس انا لما بجي اقول لك كل شهر عشرة في المية وده رقم مش قليل لو انت حاولت تعمل بلان عليه وقللت المخاطرة ان شاء الله سهل توصله يعني مش سهل ان انا يعني مية في المية بس تقدر توصله بشكل كويس لو انت عملت البلان على كده لان انت هنا هتلتزم بان انت يبقى عندك ادارة مخاطرة قليلة لان التارجل بتاعك مش ضخم جدا غير حد تاني عايز يكسب خمسين في المية هتطر يعمل مخاطرة عالية وده اللي احنا طبعا مش عايزين نوصله وخلي بالك من نقطة مهمة جدا ان احنا عندنا هنا الارباح تراك ومية يعني العشرة في المية تراك ومية في السنة هم مش مية وعشرين في المية زي ما انت متخيل لا هم مية هيوصلوا لامتين في المية في السنة تراك ومية فطبعا ده الارباح التراك ومية يعني انت حتى لو بتكسب خمسة ستة في المية تراك ومية هتوصل لنسب ممتازة جدا غير البنك اللي بتديك خمسة في المية في السنة كلها ده فرق كبير جدا طيب يبقى احنا هنا عندنا يعرفنا ان انا عند راس مال عايز ربح يرضيك يبقى لازم يتكبر راس المال اما لو انت حاولت تعمل تعلل مخاطرة فانت للأسف بتخاطر براصية حسابك كله حتى لو هو صغير من البداية فانا ما انصحكش ان انت تاخد المخاطرة دي خالص طيب نقطة كمان مهمة جدا الناس كتير برضو بيبقى عندها مشكلة هو انا اهتم بالتحليل ولا بإدارة المخاطر طب ايه اهم من ايه وانا انا قسمت المسلس ده مهم جدا انا بشوف ان استراتيجية الدخول والخروج بتاعتك لا تمثل اكتر من عشرين في المية من نجاحك كمتداول في الاسواق المالية يعني ده اخر همة تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من المتداولين هما دايما بيجروا يدوروا انا عايز افضل استراتيجية انا عايز افضل معشر وهو الموضوع مش مرتبط بنجاحك على بس دخول وخروج فيه عنصرين تاني مهمين جدا وما يهلوش اهمية عن الدخول والخروج او الاستراتيجية دي والاهم كمان هي الماني مانجمين ان انا ازاي اقدر ادير الفلوس دي ازاي اقدر احسب العقد المناسب او الكمية المناسبة لرصيد الحساب بتاعي لو انت معاش عامل حسابك في الماني مانجمين بتاعتك تبقى مظبوطة وبتفتح اي كميات وخلاص فده للأسف اكتر كارسة هي بتقدل الخسار مش دخول والخروج مش استراتيجية بتاعت وحشة انت حتى لو الاستراتيجية بتاعتك ضعيفة وعندك ماني مانجمين مظبوطة جدا هتقدر توصل لربح مظبوط جدا واخر حاجة هي السايكولوجي السايكولوجي دي بتاعتك انت بقى التزامك باستراتيجية الدخول والتزامك باستراتيجية ادارة المخاطر او باقدارة الفلوس بتاعتك لازم العناصر التلاتة دول تكملهم مش لازم تكون جايب احسن استراتيجية دخول وخروج يا عمال عايز تبقى متدون نص ونص نص ونص يعني صفقة جاية معاك صح وصفقة غلط وحوريك كمان دلوقتي حتى لو نسب الربح بتاعتك اقل من خمسين في المية ازا تقدر تحولها الارباح لكن اهم حاجة عندي واللي ماينفعش تلعب فيها واللي دي الحاجة الوحيدة انت لو ما كنتش ملتزم بيها مية في المية هي هتطيار لك حسابك كل وهي ادارة المخاطر يعني انت ممكن تكون متداول شاطر وتوقعاتك صح معظمها لكن في صفقة واحدة ما تلتزمش بادارة المخاطر تضيع كل اللي عمل وياما قصص وحكاوة كتير لتريدر زبار جدا عملوا نفس الغلطة دي يعني موضوع ده متكرر كتير فعشان كده بقول انت لازم تكون ملتزم بإدارة المخاطرة واللي احنا هنتخلم فيها دلوقتي ان انت زا تقدر تحسب العقد المناسب لحجم الحساب بتاعه وفي نفس الوقت تكون ملتزم بالخطة كاملة السيكولوجيا تكون ملتزم باستراتيجية الدخول والخروج بتاعتك تكون عندك صبر على ان كل الاعدادات بتاعت والطريقة بتاعتك اللي بتقولك ادخل هنا او اقرب هنا او بيع هنا تكون ملتزم بيها لو التزمت بالحاجات دي هتوصل ان انت تبقى تريدر ناجح مش بس استراتيجية اصل الناس دايما كلهم ما هنقدر على مؤشر حلوي يقول لي اشتري منين وبيع منين يكون حسابه فيه 1000 او 22 فتح عقدين 3 ستاندرد 4 5 ويقعد يفتح كميات كبيرة وممكن يكون توقع او توقعين غلط يتيرر الحساب ده مش منطق هو احنا لعبة التداول الخسارة جزء منها ده طبيعي يعني انت هتعدى عليك صفقات خسرانة مهما كنت شاط بس الاهم واللي هينجيك من الخسار دي ان انت تكون عامل حزبة شغال بيها خطة شغال بيها طريقة شغال بيها تحسب لك العقد المناسب للصفقات بتاعتك علشان لما ما تكونش موفق في صفقة او اتنين او تلاتة او خمسة ما تكونش اخر المطاف او اخر خلاص جيم اوفر بالنسبة له ده اللي احنا مش عايزين نوصل له طيب قبل ما اقول لك العقد المناسب تعال احساب لك حاجة مهمة جدا اسمها الريسك ريوارد راشيو او نسبة المخاطرة للربح بتاعتك او نسبة العائد للمخاطرة بتاعتك بمعنى ايه بمعنى ان انت علشان توصل ان انت تكون تريدر ناجح الناس بتقول انا لازم اكون اكيد صفقاتي اكتر نجاحها اكتر من خمسين في المية عشان ابقى اكزبان اكتر من مخسرات بس لا من المميزات اللي موجودة في التداول خاصة في الف اكس ان انا اقدر احسب كل حاجة قبل ما اعملها قبل ما ادخل الصفق ودي مش موجودة في اي على فكرة في اي سوق من الاسواق التانية ولا حتى في المشاريع العادية انت بتبقى فاتح مشروع ومنتش عارف هتكسب قدية وتقسر قدية بس هنا احصائيا احنا بنحاول بقدر الامكان ان انت تخلي صفقاتك حتى لو ما كنتش موفق بنسبة كبيرة منها بنسبة كبيرة فيها ان انت تكون طالع في الاخر كسبان ودي بتيجي من حتة اسمها ريسك ريوارد ريشيو اللي بقى لما باجي خاطر بدولار انا اقدر اكسب في المقابل دولارين لما باجي اخاطر بالف دولار انا اقدر في المقابل اكسب الف وخمسمائة دولار او الفين او تلات تلاف وكل الموضوع هو بس انت بتدخل التيك بروفيت والستوبلوز بتاعك على برنامج التداول وهو على طول بيحسب لك الحزب وهقولك ازاي طبعا بتحسبها حسب راس المال بتاعك بس تعال اقولك حاجة هنا مهمة بقى وان انت لو استراتيجية التداول بتاعتك هي نسبة نجاحها خمسين في المية واحنا شغالين بالريسك ريوارد ريشيو اثنين لواحد يعني انا في المقابل لو باكسب لو باكسب في صفقة دولار انا في المقابل باكسب في التانية دولارين يعني بتكسب خمسين نقطة بتدخل اي صفقة تداول على حسب التحليل بتاعك اهم حاجة ان انت يبقى عندك شرط من الشروط في ادارة المخاطر بتاعتك ان انت الربح بتاعك يكون ضعف وقف الخسارة بتاعتك هنا ده هيعمل حاجة ممتازة جدا في ادارة المخاطر بتاعتك اللي هي انت دلوقتي لو نسبة نجاح صفقاتك خمسين في المية بس هتكون كسبان بنسبة كبيرة جدا ليه؟ لان انت هنا لو بنفترض خمسين في المية معناها ان انت خمسين صفقة من الصفقات بتاعتك خمسين صفقة ده رابط ستوب لوس وخمسين صفقة تانية ضربة التاج بروفيت بتاعك بس احنا عندنا شرط مهم جدا واننا الريسك روارد راشيو بتاعتي اتنين لواحد يعني انا لما بقصر خمسين صفقة ولو الصفقة بدولار كمثالي يعني ده مثال فانا بقصر خمسين دولار لكن في المقابل لصفقات اللي انا بكسبها بكسب قد ايه؟ ميت دولار فهنا معناها ان انت لو نسبت نجاح صفقاتك خمسين في المية انت في الاخر هتطلع كسبان من حسابك خمسين في المية كمان فده ميزة مهمة جدا انا قدرت تقلب بدل مكان الصفقاتي لازم كلها تبقى كسبانة لا انا عايزك خمسين في المية بس طيب تخيل انت لو بتكسب اربعين في المية بس يعني انت بتكسب عندك ميت صفقة تداول على الافتراض ان انت هيكون عندك ميت صفقة تداول من المية دول انت خسرت ستين من ستين صفقة من اللي انت دخلتهم خسرتهم يعني انت هوت متداول من الشاطر قوي خسرت ستين في المية وفي المقابل انت كسبت اربعين صفقة بس هنا برضو انت لو جيت حسبتها الستين صفقة لو كل صفقة بتخسر دولار واحد فانت هتخسر ستين دولار لكن الاربعين صفقة دول في المقابل هتكسبهم تمانين دولار لأن انت كل صفقة تكسب فيها ضعف الخسارة اللي ممكن تخسرها فده برضو هيخليك في الآخر هتطلع بنسبة ربح 20% طب انت عارف كمان لو نسبة نجاحك هي 35 35 يعني انت التلت صفقاتك بتكسبهم والتلتين خسارة تلتين خسارة برضو في الآخر انت هتكون كسبان وهكذا يعني طبعا احنا لو بنتكلم لحد 35% ده كويس حتى لو انت صرت اكتر من كده وكنت يا عمي نقول 20% بس انت ناجح هتلاقي نسبة الخسارة بتاعتك مش كبيرة قوي زي ما حد ما بيعملش حزبة الريسك بتاعته او بيدخل كل صفقة على حسب ما تيجي معه خلاص طب تخيل انت بقى في شهر من الشهور بتكسب 60% وده نسبة مش كبيرة يعني انت 60% ده رقم مش ضخم جدا انه يحصل يعني بقولك يعني انت بيضرب لك 40 ستوب وكسبت 60 مرة وده سهل تقدر تحقق تخيل هنا ان انت ممكن يكون الربح بتاعك في الحساب 80% فالميزة دي ممتازة جدا ان انت تخلي الصفقات بتاعتك العائد عليها يكون ضعف وقف الخسارة بحيث ان انت في اي حال من الاحوال ان شاء الله هتطلع كذبان وفي نفس الوقت لو ما كنتش موفق خالص هتلاقي اصلي مستحيل تخسر كل الصفقات يعني انت لو بتعمل الحركة دي يعني خلاص ات برضو وصلت للعالمية لان انت افتح حساب تاني واعكس الصفقات اللي بتدخلها على طول هتلاقي نفسك كذبان فده طبعا مش هيحصل فهتلاقي نفسك على الاقل اللي بحصل 40-50% اوقاتها تبقى مزبوطة كويس تطلع 60% اوقات اكتر اوقات اقل وهكذا طيب في حاجة مهمة جدا اه كمان انا بقى ازاي اقدر احسب الريسك اه ريشيو بتاعتي او ازاي اقدر احسب في اداة اسمها دي من خلال الاداة دي انت هتقدر انت الاداة دي هتلاقيها موجودة على ويبسايت اسمه بتدخل فوق هتلاقي فيه وانت هتلاقي بتفتح لك الالة اللي قدامك دي وانت هنا بتختار العملة اللي انت عايز تنفذ عليها وبتختار العملة بتاعت الحساب او زوج العملات اللي بتدول عليه وبتختار عملة الحساب والغرض من الاداة دي انا كنت بقول من شوية انت بتخاطر بواحد في المية في المقابل بتكسب اثنين في المية طب انا اولا رصيدي سبعمائة دولار رصيدي ستين الف دولار رصيدي تلتمية وعشرين الف دولار انا هحسبها ازاي الاداة دي هي اللي بتحسبها لك ايا كان رصيدي الحساب بتاعت انت بتقولهم انا عايز اخاطر بواحد في المية من الرصيد ده اخذ عقد كيام وهكذا طب ايه هما الادوات او ايه الحاجات اللي بطلبوها منك اول حاجة اكيد البرودكت اللي هتشتغل عليه او الزوج العملات اللي هتشتغل عليه ده اول حاجة هتختار تاني حاجة هيقول لك العملة بتاعت الحساب بتاعك هي ايه دولار يورو سترليني اغلبنا عضاق بيبقى الحساب بتاعه بالدولار فبتقول ان الحساب بتاعي دولار تالت حاجة بيقول لك الاكاونت سايز بتاعك او حجم الحساب بتاعك او رصيد الحساب بتاعك قدي ايه هنا بتكتب رصيد حسابك انا هنا عامل مثال بس ان هو 1000 دولار لكن انت تقدر تخليه 2015 على حسب راس مالك هنا بقى نيجي للحاجة المهمة بيقولك طيب انا كده عرفت المعلومات اللي فوق انا عايز الريسك ريشيو بتاعتك يعني انت عايز يوم ما تخسر صفقة تخسر بقد ايه من الحساب بتاعك انا قلت كمثال يعني واحد في المية هي هنا نسبة قوية معنى كده ان انت لو رصيدك 1000 دولار انا يوم ما هخسر هخسر 10 دولار من الحساب وزي ما قلنا من شوية ان احنا دايما هنخلي الصفقات بتاعنا بتاعتنا الريسك ريشيو بتاعتها اتنين لواحد فده معنى ان انا يوم ما هكسب هكسب 20 دولار لكن هخسر 10 لكن هكسب 20 في حاجة بقى مهمة جدا هنا ودايما انت لازم تكون حاسبها قبل كل صفقة تداول بيقول هنا ايه الستوبلوس بتاعتك عايزها كام نقطة يعني على حسب دي تحليلك على حسب انت شايف انا هدخل اليورو دولار عند مثلا كمثال يعني واحد فصلة واحد واحد تلاتين مثلا هل فهنا معنى كده ايه ان انا ده ده انا اشتريته على السعر ده هل طيب عشان اعمل ستوبلوس وقف خسارة لازم اي صفقة تداول لازم تعمل لها تيك بروفت وستوبلوس علشان تبقى عامل ادارة مخطرة لحسابك والله بناء انا على تحليلي والله لو اليورو دولار نزل لواحد لألف ومية انا هطلع من الصفقة دي فده هيبقى الستوبلوس بتاعي وخلي بالك ان انا حددت الستوبلوس الاول مش التيك بروفت ده معناه ان انت لو السعر نزل من هنا كده تلاتين باب التلاتين باب بدول معناها ان انا خلاص هطلع من الصفقة فباجي اقول لي برنامج التداول اوكي خليه وقف الخسارة بتاعتي تلاتين نقطة وهنا ليه بياخد الوقف الخسارة علشان يقدر يطلع لك العقد بتاعك اللي تدخله في الحساب اللي لو انت الصفقة دي ما زبطتش معاك وضربتلك وقف الخسارة ما تخصرش اكتر من واحد في المية لن نرصد الحساب بتاعك اللي انت داخل به وفي نفس الوقت انت خلاص طالما انا عارف بتاعتي واحد الى اتنين وانا بخسر في الصفقة دي تلاتين نقطة او عامل حسابي اقصى خسارة تلاتين نقطة فانا اوتوماتيك هحط بتاعي قد ايه كام ستين نقطة الله ينوار الواحد او الالف مية وتسعين ده هيبقى بتاعي يبقى انا اشتريت الصفقة عن واحد فاصلة الف مية وتلاتين وقف الخسارة بتاعي الف ومية يعني التلاتين نقطة لو نزله انا هطلع من الصفقة وفي نفس الوقت والله انا لو طلعت الالف مية وتسعين فانا هكسب ستين نقطة فانا بالنسبة للصفقة التداول دي انا لما هاجي ادخلها ياما هخسر عشرة دولار ياما هكسب عشرين دولار خلي بالك عشرين دولار من الالف هي اتنين في المية يعني انت لو حسابك مية الف دولار كانوا بقوا الاتنين في المية دول الفين دولار فالارقام راس مالك هو اللي بيحدد ما ينفعش يكون راس مالك صغير وعايز تتعامل مع ارقام كبيرة او ان انا لا انا بقى اطمح ان انا اكسب من الالف تلتمية وخمسمية دولار وهو مش منطقي برضو تكسب تلاتين وخمسين في المية في الشهر ده مش منطقي يعني حتى لو قدرت تعملها في شهر او اتنين صعب جدا تستمر عليها ومعنى ان انت وصلت للمرحلة دي ان انت بتكسب خمسين في المية معناها ان انت عملت مخاطرة عالية فطب افرض المخاطرة دي ما زبطتش معاك هتخسر الحساب انا هنا تخيل لما بقولك واحد في المية خصرت صفقة اتنين تلاتة اربعة خمسة ست عشرة عشرة واربعة صرت كام مية دولار من الاقل عشرة في المية من حسابك قادر ان انت هتكسب اربعة خمسة فقط روح معاوض الخسارة دي مرة تاني فالفكرة كلها هنا لكن انت لو بتخاطر بعشرين في المية خلاص انت خبس صفقات هتلاقي نفسك حسابك كتار اساسي خالص بقى صفر فعشان كده دايما بنقول كل لما على فكرة ده في ناس بتقلل المخاطرة عن واحد في المية كمان يعني لما يبقى الكابيتل بتاعك او الحساب بتاعك فيه ارقام كبيرة فوق مليون دولار هو بيقلل المخاطرة النص وربع في المية علشان يهمه الوحيد انا عايز احافظ على رأس المال بتاعي المهم انت بعد ما بتدخل بقى الستوكولوس بتاعك او عدد النقط بتاعت وقف الخسارة بتاعتك تي بتسيبها زي ما هي وبتدوس على كلمة كالكليت هيروح مطلع لك الريزلت دي او النتائج دي اللي هيقول لك انت هتخاطر بعشرة دولار اليونتس او الوحدات بتاعت الصفقة بتاعتك 3333 وهو هنا قربها لك الاغرب وحدة علشان تدخل الصفقة بتاعتك الـ O.03 وهي 3 توقود مايكرو ان النقطة هتكون تقريبا بـ 30 سن طبعا رأس المال كله لما كان كبير كله لما بيكون افضل انت النسب دي بتقرب لبعض حتى يعني هنا 3333 طبعا احنا عارفين انها اهل لوحدة هي الالف يونت فمش هيخليها 4000 هيخلالها 3000 3000 وده اللي اتكلمنا بي قبل كده في المخاضرة الاولانية الخاصة بيه ازاي بقدر احسب عدد الوحدات بتاعتي وهكذا لكن اجمالا هي ديقرة بنسبة فهنا انت خلاص قدرت تحسب الصفقات بتاعتك المخاطرة بتاعتك فبالنسبة لك كده انت داخل على الاقل حتى نفسيا متطمن ان الصفقة دي يوم ما هتدرب وقف اخسرها هخسر كام يعني واحد في المية هتلاقي نفسك بتنفذ الصفقات بتاعتك وانت في نوع من انواع الهدوء يعني او النوع من انواع اللي انا هبقى ملتزم هتخليك حتى انت ملتزم غصبة عنك لان انت المخاطرة مش عالية غير لما بتيجي تدخل صفقات داول وبتكبر احجام العقود فده في حد ذاته بيخليك تحت طائلة ان انا ممكن مكونش ملتزم قوي بقدرة المخاطرة بتاعتي وتلاقي نفسك بتفتح صفقات احجام كبيرة وزي ما قلت قبل كده لو انت لعبت في اعدادات ان انا مكونش ملتزم وعلى فكرة الحزب اللي انا بحسبها لك دي انت لو بقى لك مية سنة في التداول وعندك خبرة سنين لازم ترجع لها عشان تقدر تستمر وتعيش في السوق لو انت ما بتستخدمش الادا دي النهاردة وبتتريد انا اسف انت سايب حسابك كده للسوق حتى لو بتقول والله اصلا انا بحسبها مثلا بدخل عقد ستاندرد وانا حسابي عشر تلاف ديليل طب افرد الدهب وحرك بك تلتمية ربعمية نقط يطير اربعين في المية من الحساب في صفقة مش منطقي برضو لازم احسب كل حاجة بالملي علشان ابقى عارف قلمة الخسارة بتاعتي طول ما انت بقدر الامكان بتقلل المخاطر على الحساب طول ما انت هتعيش في الماركت فترة اطول وهتتعلم اكتر وهتاخد خبرة اكبر وفي الاخر هتطلع بنتائج اكتر سايب الموضوع كده زي ما هو نعمل او ان انا داخل اتجرب بالمبلغ اللي انا داخل اتجرب به للازم هو ده اكتر سبب من اسباب الخسارة حتى لو الرخم ده هو مش مهم بالنسبة لك فحرام ان انت تدخل تتجرب به لا طب انا هتعلم صح ونفذ صحي اما بلاش خالص من الشغلانة لو انا داخل اتجرب لان انت لما تجرب مرة واثنين وتلاتة عن عدم وعي لو زبطت معاك تلات اربع مرات للأسف المرة الخمسة والستة ممكن تخسرك كل مرات المكسب وتضيع كمان رأس المال ما نبق غير تضيع فلوس وتضيع وقت وما خدتش كمان خبرة لان انت ما بتديتش صح فمهم جدا ان الاداة دي تستخدمها لو دخلت على جوجل او دوست على اللينك ده او هو اسمه ماي اف اكس بوكو هتلاقي في اف اكس كالكوليتر الاداة دي ممتازة جدا وهتساعدك جدا في ان انت تطلع بالعقد المناسب لحجم الحساب بتاعك ايا كان هو ايه وعلى اساسه طبعا هنسهل عليك عملية الحسابات بدل ما تحسبها يا داو اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية في درس جديد واشوفكم على خير السلام عليكم جميعا